لن يجلب اكتساء صنعاء باللون الأخضر الحظ ولن يحمي سكانها من الموت والجوع الذي أتت به ميليشيات الحوثي لكنها مدينة جبلت على القهر والصمت من ميليشيات لا تجد سوى البطش والتدمير أشبه بغرفة عمليات تجرى فيها أقصى وأمر الأوجاع هنا في صنعاء اختفت جميع الألوان وأصيبت بالعمى كل شيء أخضر بيوت وسيارات وأرصفة ولافتات براميل القمامة وحتى رؤوس الأطفال لطخت بلون ميليشيات الموت يحتفلون تحت إطار عصابة مشرفوها لا يشبعون يحاولون عبثا أن يكونوا سلطة وهم لا علاقة لهم بالحياة صنعاء تأن وجعا وحزنا فهي مكسورة بالأزمات التي لا تحصى مع انعدام أبسط مقويمات الحياة من غاز ووقود فضلا عن استمرار قطاع المرتبات التي جعلت غالبية اليمنيين يعجزون عن توفير متطلبات الحياة البسيطة غاب البهاء والحب في عاصمة الروح والوجدان وتلحفت صنعاء بالموت والعقائد الفكرية والسلوكية التي تحاول السيطرة على عقول الناس وامتلاك قلوبهم دون أي قبول لهم في الشارع اليمني الذي يرفض مثل هكذا تصرفات شكلوا من اللون الأخضر إمبراطورية من الوهم وسلبوا المواطنين القدرة على التعبير والتفكير والانتصار لذواتهم ومستقبل أبنائهم سلبوهم المال والحق في التصرف فيه وباتت صنعاء في زمن الميليشيات الكهانوتية مركزا للنهب وتدمير مستقبل الأجيال على أيدي من يدعون أنهم أحفاد الرسول وأبنائه والرسول منهم ومن أعمالهم براء